ماروك أخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله أصدر فرع مكناس للنقابة الوطنية للتعليم العالي بيان إدانة ضده وكان الصوصي العلوي انتقد صناعة المصر حيث قال إنه لا توجد معايير لولوج سلك المصر وهناك رشاوية مدفعها للتسجيل في سلك المصر وذكر مبالغ من بينها مبالغ لا تتجاوز 500 درهم وهذه خاصة فقط بالتسجيل لكن الولوج يكلف من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم أي من جهة المليون إلى خمسة المليون والتسجيل في الدكتوراه يكلف حتى 100 ألف درهم أي عشرة المليون الهجوم الذي تعرض له الصوصي العلوي حسب تعبيره ناجم عن تهديد مصالح كثير من الأساتد الجامعيين مؤكدا على أنه لم يحدد أشخاصا بعينهم ولا كلية مخصوصة ولكن تكلم بشكل عام وأضاف أنه سبق أن تم استدعائه سنة 2018 بسبب تخليه عن مطبوعه للطلبة واكتفى بتحصيل تكلفته على عكس كثير من الأساتداء الذين يبيعونه بتمان مرتفع جدا وأوضح في بت مباشرتان أنه تلقى خبر توقفه من صديق بكلية أخرى حيث تم توزيع محضر اللجنة العلمية عبر الواتساب موضحا أن مجلس الجامعة وحده يعتبر لجنة تأديبية واللجنة العلمية للشعب هي تفصيل في إخلالات الأساتداء بالتزاماته سواء تجاه الإدارة أو تجاه الطلبة وهو لم يحصل حسب قوله ودورها هو الاستماع للأساد فيما يتعلق بهذه العلاقة أما ما ينشره في الفيسبوك فهديهمه ومن تضرر عليه باللجوء للقضاء لا استغلال منبر الجامعة ولقي الصوص العلوي تضمنا واسع النطاق من قبل الطلبة وبعد الأساتداء ورواد مواقع التواصل الاجتماعي معتبرين إياه معبران عن إرادة صلبة لمحاربة بعض أشكال الفساد في الجامعة نشكركم على حسن المتابعة قناة ماروك أخبار يومية